اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان عندي سؤال اليك اليوم على ماذا تتغذى ورح اتكلم عن خمس استعمالات تشبهية للخبز فالخبز احنا بنعرف اللي عايش في الشرق الاوسط هو قوام الحياة كل الناس بتعتاش على الخبز ولسيما في الشرق الاوسط برضو هذه الاستعمالات ممكن تكون يعني لاشياء او اغراض مش لمجد الرب وانا عاوز اتكلم عن بعض هذه الامور اولا الكتاب مقدس بيتكلم عن خبز الاتعاب ايش يعني خبز الاتعاب مكتوب ااكلين خبز الاتعاب في مزمور 127 والاية 2 بترجمة اخرى خبز الاحزان سوروز الترجمة او خبز الاوجاع او تأكل خبز الجوع يعني انا بحب هاي القراءة جميلة في الترجمة التفسرية لهذا الموضوع في هذا المزمور بيتكلم عن سيادة الله وسلطانه المطلق الكامل وهي منته في ثلاث ميادين في بناء البيت ان لم يبنى الرب البيت فباطلا يتعب البناءون وطبعا بيتكلم عن الحراسة والحماية المدينة ان لم يحرص او يصهر الحارس بيتكلم عن المدينة والحاجة الثالثة تزويد وتحصيل المعاش يعني لقمة العيش اللي احنا منقول في بناتنا خبز وعيش او خبز وملح او يعني الانسان بيشتغل وبكافح وبكد على اساس لقمة العيش فالخبز يعني بيتكلم عن هذا الموضوع فان مسعى الانسان يعني بيتكلم بدون جدوى لان الله هو الذي يسدد كل احتياج هذا ما هو مفهوم من الآية شيء تاني بيتكلم عن خبز الدموع بقول الكتاب قد اطعمتهم خبز الدموع وسقيتهم الدموع بالكيل مزمور 80 والآية 5 شو بنفهم من النقطة الاولى خبز الاتعاب او خبز الدموع بيتكلم عن الاتعاب بيتكلم عن الاوجاع بيتكلم عن الاحزان كأنه صار طعام يومي بالنسبة للشخص وكأنه اصبح جزء من الحياة كأنه بيتغذى على الاتعاب والاحزان والاوجاع وبيتغذى على الدموع وصارت الدموع وجبة بالنسبة لهذا الشخص شيء ثالث بشبه الخبز خبز الشر مع ان الخبز مثل ما ذكرت هو قوام الحياة ولكن هنا استخدامه استعماله بيتكلم بشيء معاكس خبز الشر لأنهم يطعمون خبز الشر ويشربون خمر الظلم في امثال اصحاح 4 والاية 16 وراحز الوصف في اية 16 بنفس الاصحاح يقول لأنهم لا ينمون إن لم يفعلوا سوءا وينزع نومهم إن لم يسقطوا أحدا فإذا خبز الشر بيتكلم هون أنه عم بيطعم خبز الشر وخمر الظلم لأنه عايش لهدف أنه مش راح يهداله بال ولا يرتاح إلا ما يسقط شخص في الشر لكن بالمقابل في اية 18 مكتوب أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل يعني بيتكلم طعام بيتغذوا على طعام لنفوسهم الشريرة الجائعة النفس الجائعة هنا بالشر اللي بيتغذى على الحقد والكرهية لأنه بالأصل قلوبهم مظلم مثل ما الإنسان بيتغذى على الخير وعلى أمور الحلوة والمحبة والسلام في ناس بتتغذى على الشر على الفساد على الحقد على الكرهية على الظلمة وكل همهم إنه يسقطوا شخص آخر في هذه الظلمة شيء رابع الكتاب يتكلم عن خبز الكذب أو خبز الخداع بالعربي يعني بتاعنا خبز الحرام يعني اللي بيأخذ الخبز بالحرام خبز الكذب مكتوب عنه لذيذ للإنسان ومن بعد يمتلق فمه حصى يعني بالأول بيبين إنه الخبز لذيذ بس بعدين كأنه بيمضغ حصى يعني حجارة صغيرة في أمثال عشرين سبعة عشر طيب خبز الشر وخبز الكذب شو بنفهم إنه الشر والخداع والكذب والحرام أصبح جزء في الحياة اليومية ومن كثرة الكذب يصبح جزء من الحياة اليومية مثل ما بيتكلم الكتاب يشربون الإثمة كلماء وعلى فكرة في ناس من كترة الكذب بيكذب في صغيرة وكبيرة فيه في أي موضوع بيكذب بيبرر وغير برر صار الكذب جزء من حياته لدرجة إنه بينسى إنه عم بيكذب شفت ناس هيك أنا شفت ناس مثل هذا الموضوع أخيرا أحبائي عاوز أن تقل لام الشيء الإجابي خبز الحياة وأكيد عرفت عن مين بتكلم عن الرب يسوع له كل المجل فقال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع يحنى ستة آية خمس وثلاثين وقال أيضا أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم في يحنى ستة آية واحد وخمسين مكتوب أيضا كلام يسوع ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله طبعا مقتبس من العهد القديم من سفر التثنية وقال أيضا يسوع لليهود اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية فإذن قال يسوع أنا هو خبز الحياة شبه نفسه بالخبز أنا هو إيجوئيمي هذا تعبير لهوته يعني بيصف نفسه كأنه يهوى خبز الحياة يعني هو المصدر هو قوام الحياة قال يسوع طعامي أن أفعل ما شئت الذي أرسلني وأتمم عمله نزلت من السماء لا لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني طبعا هم بيتكلم كإنسان من خلال التجسد فإذن الخبز بكل بساطة احنا بنعرف العيش بالشرق الأوسط الخبز بيرمز للبركة مشان هيك أنا بتذكر في طفولتنا ما بيرمو الخبز على الأرض وحتى إذا شخص شاف خبزي على الأرض كان بيأخذها بيبوسها وطبعا بيصلب شرط الصليب وكان بيحطها في حفرة في الحيط أو على ظهر الحيط على أساس العصفير تقتات من هذا الخبز لأنه عيب يعني الخبز بيرمز للحياة بيرمز للبركة يعني اللي فيه بيته خبز فيه بيته بركة طبعا بكل بساطة مثل ما شفنا الآية الخبز يرمز إلى يسوع المسيح يسوع شبه نفسه بالخبز لأن المسيح هو غذاء الحياة وقوام الحياة وهو مسدد كل احتياج في هذه الحياة لكن خبز لكن خبز أيضا يرمز إلى الكلمة إلى كلمة الله والخبز أيضا يرمز إلى الغلبة في رؤية 2 17 منشوف أنه من يغلب أعطيه من المن الخبز أيضا يرمز إلى الانتعاش وإلى النهضة وإلى الحياة وإلى أيضا الخدمة بقول أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك إنها خدمة بل حتى في مراثي 4 4 بيتكلم عن شدة الألم والحد بسبب أن الشعب راح للسبة واللي بقيه في الأرض يعني بعانه أصعب المعاناة فبيوصف ويقول لسق لسان الراضع بحنكه من العطش يعني من كتر العطش لسانه لز بسقف حلقه مكتوب الأطفال يسألون خبزا وليس من يكسره لهم إحنا مش مدعوين نخدم ونكسر ونهتم بإحتياجات الناس أحبائي مثل ما بقول في إشعية 58 والآية سبعة أن تكسر للجائع خبزك طبعا الكتاب يتكلم عن خبز الدقيق هو أفضل أنواع الخبز خبز الشعير طعام الفقراء خبز الفطير الملتوط بالزيت كجزء من التقدم يقدم مع التقدمات الذبائح في الهيكل لكن هذا موضوع تاني السؤال في الختام على ماذا تتغذى هل بتتغذى على الكذب والشر والفساد إلى آخره والحرام ولا بتتغذى على يسوع المسيح لأن في يسوع المسيح فيه الكفاية وفيه أيضا الحياة الأبدية قال الرب في عام 8-11 عن آخر الأيام أرسل جوعا في الأرض لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء بل استماع كلمات الرب فالرب يسوع قال طوبة للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون إذا أنت مجعان ما عندك هذا الاشتياق لربما حياتك مسيحية عادية سطحية ما بتختلف عن أي شخص آخر لكن صلي يقول له يا رب جوعني ارسل نهضة في حياتي انعشني غزيني خلينا أتغذى على كلمتك فتح كلامك ينير يعطل الجهال سراج لرجلي كلامك ونور لسبيله أتغذى على كلمتك وأتغذى من خلال حضورك في حياتي بتعرف حبا الفرق بين المؤمن المسيحي والمؤمن حقيقي هو المؤمن حقيقي هو اللي امتلأ من الروح القدس عنده اشتياق عنده محبة انه يسمع كلمة الرب ويتغذى على كلمة الرب فهل عندك هذا الاشتياق اذا عندك هذا الفتور اسرع طريق للوصول للرب عن طريق التوبة والإيمان قل له يا رب يا رب سامحني أنا الخاطئ ارحمني أنا الخاطئ وأتوب إليك وأضع ثقتي وإيماني في شخصك صدقني إذا طلبت من قلبك الرب يأتي إلى حياتك وعندها مش رح تتغذى على أي أمور أخرى لا خبز الشر ولا خبز الكذب أو الخداع أو الحرام ولا رح تتعلى خبز الأتعاب الأحزان والأوجاع عم بتعيش عليها ولا خبز الدموع عايش بهزيمة عايش بتناقض عايش بتراجع لكن لما بتقبل وتقبل إلى خبز الحياة عندها ستستمر إنك تستند وتتغذى على كلمة الله بالروح القدس من خلال عمل يسوع المسيح في حياتك هل تريد أن تأخذ هذه الخطوة إذا أردت وصليتها بحب أسمع منك وطبعا شاركنا إذا بتحب تحط لايك وكمان كون شارك معنا في الخدمة اعمل شير على هذا الفيديو حتى ناس تانيين يتباركوا من هذا التعليم ربنا يباركك